كنت جديد أمازيغ المغاربة جميعاً في المغاربة بشكل مغاربة فكرت المغاربة و Probabilم إستردون أي شيء المغاربة كلمة جميعاً أكبر محابة أكبر لأن مغاربة أولاً نزل نريد أمازيغي كما كانت كاملاً جزاف الفرحة بالمناسبة راس سنة آمازيغية الجديدة بهد النهار المميز كنا نحتفلو كل واحد كيفاش يحتفل في المغرب كآمازيغن من المناسبة نشكر سيدنا المالك دينا اللي ينصره محمد سليس اللي دار هذا النهار متميز دينا مزيغية نهار 14 إناير نحن فرحانين كما فرحانين المغربة كاملين وإن شاء الله كنت مننا وإن شاء الله يكون خير على بلدنا والله يدخلوا علينا كالمغربة كاملين صحة والسلامة والهن والسلام كل واحدة الثانية المزيغية اخصائنا اخرى من الجمهورية اشترك جميع المغربة والامازيغي من حالة العربية قولت لده من العربية احصائنا امازيغيين كل مرحانين هنا سنة امازيغية مستسرع يعني واحد اللقاء يكون إن شاء الله وكي يكون في جميع المغرب المدى المغربية وسنة الجديدة إن شاء الله ديالة أمازيغية ما كتسمى وخا كتسمى العنوان ديالها غير أمازيغية ولكن كي يشركوها المغاربة كلهم بحالة عربية بحالة أمازيغية يعني المغاربة ما كينش الفرق بلتهم الحمد لله المغاربة الحاجة اللي كين رأى كي يشركوها المغاربة في الأفراح وفي الحزان وفي اللي كين رأى كيتشركوها المغاربة الحمد لله رأى هذه السنة ديالة أمازيغية رأى ما شغل ديالة أمازيغية يعني كتكون ديالة عرب وديالة أمازيغية كينين لكي ديالة أمازيغية ولكن الفرح يعني المناسبة اللي هي المقصود المقصود وهو الفرح يعني ذاك اللقاء التي تكون في ذاك النهار اللي هو المقصد ما شي قادية لغنيا قادية لغنيا كانت مثل انت مغريبي بخان الريس وكان نجس لحواج ديال القليدية ديال الريس وذلك شي ولكن أنا كان مثل مغاربة كان مثل المغرب ديالي يعني في ذاك الكسوة ديالي اللي تنديل واسمه والأغاني يعني اللول فيها كان مثل المغرب ديالي اللي هو وطن ديالي والوطن ديال المغربة كلهم مناسبة نعتبرها سامية كونها أنها أجت من جلالة الملك محمد السيدس نصره الله كسنة أمازيغية وكيوم وطني يعني بترصين شرفين أننا نكون في هذا الحفل هذا كمجموعة شعبية وأننا نتعاونوا مع الإخوان الفناني الأمازيغ وأننا نطلقوا مع الأهرام ديال الفن الأمازيغي كالفنان الحاج أعراب والفنانة فاطمة تيحيحيت تيتريت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر